نتمشى شوية نشم الهواء العليل بدل جاعدة البيت أنا جاعدة بوزي في بوز الحيطان وإنت ماسك الموبايل عما تلعب جيمز أيوة يا شامس المشي حلو إنا معاك بس أنا تعبت كفاية تعبت دا إيه؟ هو إحنا كسرنا يا دوبك إلا خمسة كيلو خمسة كيلو إيه؟ هو إنت إيه العملية اللي انت حرية اللي انت داخليها دي إحنا داخلين مرسون هتشاركي في الأولمبياد الجاية مثلا بفرغ طاقة أنا عندي طاقة سلبية ولو ما خرشتهاش يا فاتحي حتطلع عليك وحنمسك في بعض فجولت أهبد عشرة كيلو كده عشان أفرفر ولا عرف أتخانج قول عرف أتكلم أيوة إنت الطاقة السلبية دي عندك كل يوم بتصحي توزعيها على الخلق في البلد أنا زنبي إيه تسحي لني معاكي واه 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 شوف 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 إنت اللي عايز تتخاندلوك إنت اللي بتدور على الخناج يا فاتحي خلاص يا شامس إيهدي يا شامس ممكن تهدي؟ من الآخر كده إنت في حاجة مزعلاكي وعمالة تلف ودوري حوالي كده عايزة تقوليها قوليها من الآخر وخلاصي مخي عمالي ويني ما عرفاش أتكلم مع مين وإنت من ساعة ما غادرت بيها مع وجه البورس دي وأنا ما عايزاش أبان ضعيفة قدامك واصل ما عرفاش أتكلم مع مين خلاص بقى يا شامس ما بقاش قلبي كسه واتكل عادة كده وأنا قدامك هو تكلم معي عايزة تقولي إيه؟ أمي أمي واجعة جلبي يا فتحي ما عرفاش أعمل إيه؟ ما عرفاش هتعيش عمرها إزاي في السجن كده؟ بقولك إيه؟ ما نفعش تهربها؟ تهربها إيه؟ كفاية فرجة على أفلام أكشن بقى يا ماما أمك في السجن بتاخد عقبها ولازم نحترم القانون عشان إحنا ناس محترمة تحبت زورية؟ يا ريت يا فتح يا ريت بسيطة أكلم المحامي وناخد زيارة طيب أقولك إيه؟ ما تشوف محامي قلعبانك ده؟ أشوف لها مخرج كده قللك ده؟ حاضر حاضر أنا عارف إيه إيه هيخلص اللذي كلها تعالي ناخد صورة سيلفي سيلفي؟ يا هو إيه رأيك؟ بقولك إيه؟ قولي على شرك شروتي حنزلها على الموجع بتاعي نساء ضائعات بس هكتب زوجان سعيدان يعني شان قصة حبهما من شديد يا من فضايا وحشتيني؟ لو كنت وحشتك بجد كنت سألت علي يا حبيبتي كان فيه شوية ترتبات وحاجات لازم أخلص منها الأول أنا عافل أنت يزعلنا مني بس بجد غصبا عني بجد؟ تجاي عشان خايف خايف من قريم يا حبيبتي أنا وانت واحد وانت عارفة أنت بقيت أغلى حد عندي في الدنيا وابني للبطنك هو الحاجة الوحيدة اللي أنا مستنيها من الدنيا دلوقتي تعالي هؤدي نعم عايزي يا عادل أنا عارف الكلام اللي أنا هقولقولك ده ممكن يوطرك ويقليك شوية بس كلام مهم جدا يا ريم مفيش أهم مننا نخرج من هنا وتتصرف يا عادل بأي حل من الأحوال جيب لي محامين جيب محامين مصر كلها المهم تخرجني من هنا إن شاء الله حتى تولع في السجن ده اتصرف اسمي مايجيش في التحقيقات خالص يا ريم وشغله محرم كله والناس اللي كان بيتعامل معهم أنا معرفش عنهم أي حاجة أوكي إيتني الكلام اللي أنا بقوله ده في مصلحتي ومصلحتك اللي أنا عرفته من المحامي إن خروجك من هنا شبه مستحيل فما ينفعش بأنا وإنتي جوا السجن ده من مصلحتك ولا أنت شايفة إيه يا يا عادل ده اللي كنت بحسابك جايلي وهتقولي ما تخفيش أنا بدهارك قوعت لقي طول ما أنا موجود جاي عشان تديني أوامر؟ جاي تأمن نفسك؟ يا ريم أنا بقولك ع الكلام اللي قالهولي المحامي مش أكتر وأنا قلت لك في مصلحتي ومصلحتك إن إحنا الاتنين نبقى مع بعض وإيد واحدة وجاي هنا مخصوص علشان ابننا ما ينفعش ابننا يتولد جوا السجن ويتربى جوا السجن لازم ابننا يجي على وش الدنيا ويلاقي في حضن يحتضن ويربي يبقى برق ما ينفعش إحنا ديني جوا السجن ولا تشايفي موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة يبقى يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم حرام عليك أنا ما بظلمش حد قوليلي بقى اللي جابك فجأة كده يا سلام هيبقت كده؟ لا مقصودش يعني أصلا أكيد ما وحشتكيش احنا عدين مع بعض طول الليل وبنرجل للصبح بس أكيد عنديك كده حاجة جاية ترميه في وشي قولي بصراحة أنا ليا طلب ايه؟ عايزة تشتغل انت كما في المصنع ولا ايه؟ انا؟ لا 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 خالص يبقى عندك حد عايزة تشغليه؟ بصراحة يا زينة بنتي عارفة ان انا لسه جديدة في الشغل هنا وكمان علاقت بيهم مش قوية قوي انا حتى عندي مشاكل مع كل الادارات هنا خلاص ما تكلمي يا عزة تما تقوليلي مين الاول فتحي يا شهد يا شهد انا عادت بفكر مع نفسي في البيت شمس غلباني ايه وفتحي طول الوقت قاعد في البيت لا شغل ولا مشغل وطول ما هو كده هتفضل دماغه ماشي يا شمال او الله انا بتكلم بجد بس خلي بالك الرجل ان مفيش وراه حاجة تشغله بيبقى كارسة في البيت بصراحة في دي عندك حق انا قلت خليه يتسحل هنا من الصبح لبالليل وبعدين ممكن يسافر اجازة اسبوع مثلا او ممكن يجيب شمس وينقلوا وعيشوا هنا في مصر مش كده احسن؟ مش عارفة تفتكري هيوافق؟ يا سلام غو ممكن يرفض بقولك ايه عايزة اقولك على حاجة محروس جوزة عمات الجالي هنا قريب كان عايزني كده يعني يا سعده عايزة عامل مشروع سوبر ماركت او قلبان حاجة كده ما تيجي نعمله الفاتحين طب هو ده حنعمله فين؟ في البلد مش عارفة حينفع ولا لأ؟ يا ستي في البلد في المركز اي حاجة مش هتفرق وهي البيت الشمس تسعده وهي البيت دي بني يعني انها طيبة وغلبانة بس دي قاروبة والله ممكن فكرة مش بطالة حبيبتي عاملة ايه شامل عرفت انك جدي اكلت ايش اجهض معك شوية دعايري حيبتتنوري